الطرق اللي انت ممكن تستخدمها علشان تتعلم اللغة الإنجليزية هو تعلم تفسير آيات القرآن باللغة الإنجليزية والنهاردة ان شاء الله هنبص على تفسير سورة القدر أو معاني سورة القدر باللغة الإنجليزية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم أمي أسكي من قناتي الإنجليزي ويلا بينا نبدأ الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم انا أنزلناه في ليلة القدر بالفعل حقا نحن طبعا ده تعظيم للعز وجل سنت الماضي تع كلمة سند وسند يعني يرسل سند داون يعني ينزل داون سند داون طبعا تألت في الماضي we sent the quran down we sent the quran down during يعني أثناء during يعني أثناء during during the night of decree ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر indeed we sent the quran down during the night of decree وما أدراك ما ليلة القدر and what can make you know what can make you know وما أدراك إلا هيعرفك what ما أو ماذا can make you know يستطيع أن يعلمك can يستطيع make you يجعلك make you يجعلك تعلم know what can make you know what the night of decree is إلا هيعرفك إيه يلالة القدر and what can make you know what the night of decree is وما أدراك ما ليلة القدر and what can make you know what the night of decree is ليلة القدر خير من ألف شهر the night of decree is better than a thousand months ليلة القدر the night of decree is better than is better than كلمة better than معناها أفضل من خير من better than أفضل من خير من the night of decree is better than a thousand ألف a thousand a thousand months ألف شهر ألف شهر تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر the angels and the spirit الملائكة والروح the angels the angels الملائكة the angels الملائكة and the spirit الروح مقصود بسيدنا جبريل descend 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 تنزل ينزل descend ينزل therein descend therein يعني يتنزل فيها therein بإذن ربهم by permission of the lord by بواسطة permission اذن أو سماح permission of the lord بإذن ربهم the angels and the spirit descend therein by permission of their lord من كل أمر for every matter for every matter لكل أمر the angels and the spirit descend therein by permission of their lord for every matter تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر peace it is until the emergence of dawn peace it is until the emergence of dawn peace يعني سلام it is peace it is بفوض it is peace بس هو عمل تقديم وتأخير peace it is until حتى لحد until the emergence of dawn طلوع الفجر حتى مطلع الفجر الكلمات التي كنتم وجدتها معنا في الصورة indeed يعني حقا send down ينزل during أثناء during the night of decree أثناء ليلة القدر better than أفضل من طبعا عرفين كلمة thousand خبنا بكده في الدرس الأقام a thousand months يعني ألف شهر the angels الملائكة the spirit الروح descend ينزل therein في permission يعني إذن by permission بإذن lord رب أو سيد every matter كل أمر peace سلام peace سلام peace سلام until حتى emergence of dawn مطلع الفجر وفي النهاية نرجع نسمع على السؤال فيديو النهاردة انتهى وأتمنى طبعا تكونوا استفدتوا ويا رب يبلغنا جميعا وياكم ليلة ذا القدر ولو عجبك الفيديو بنتمنى تقول لنا كده في التعليقات ولو حابب بنعمل سلسلة لتعليمي لغة إنجليزية من ترجمة مصطلحات أو معاين القرآن الكريم عرفنا في الكومنت بتاعية الفيديو وأشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته